المرجو الانضمام إلى قناة فيديو السفيدي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر إذا أردتم توصل بجديد فيديوهاتنا فورا نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو السفيدي من جديد أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله إذن اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة جميلة جدا لعلاج اللثة والأسنان والأنفاس الكرهة هذه الوصفة هي وصفة 3 في 1 بامتياز فهي في نفس الوقت تعالج لثتكم المتقرحة الملتهبة الحمراء التي يسيل منها الدم والقيح في بعض الأحيان سوف تعالج أسنانكم وإصفرار الأسنان وبقع الأسنان جراء تناول القهوة والشي والمنبهات أو أي أشياء أخرى تساهم في إصفرار وبقع الأسنان وثالثا تعالج رائحة أنفسكم إذا كانت كرهة سواء في الصباح سواء في طيلة اليوم فهي تعالج لكم هذه المشكلة أي أنها تعالج ثلاث مشكلات في آن واحد كنت قد قدمت لكم فيما سبق وصفة في قناتي وصلت ولله الحمد إلى 4 مليون مشاهدة الكثير منكم جربها وأعطته نتيجة رائعة وكتبتني في التعليقات هناك من كتب أنه كان سيذهب إلى الطبيب الأسنان واللثة وكان سيجري عملية وبعد استعمال هذه الوصفة وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الوصفة لم يذهب إلى الطبيب وتعالجت لثته بالكامل يمكنكم استخدام هذه الوصفة يعني كمعجون أسنان هي صحيح أنها بودرة لكن يمكنكم استخدامها كبديل لمعجون الأسنان فهي تترك رائحة جميلة في فمكم وتعالج لكم فمكم يعني ليست فقط تنظف أسنانكم ورائحة فمكم فهي تعالج فمكم بالكامل لذلك يمكنكم استخدامها كبديل الآن سوف أترككم مع مكونات هذه الوصفة سوف نحتاج إلى أولا عود الأرق أو المسواك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الكثير والكثير من المزايا في هذا العود السحري فيه الكثير من علاجات الفم واللثة هو أصلا لوحده كافي فما بالك إذا أضفنا له المكونات الرائعين التاليين سوف نحتاج إلى البابونج أو ظهر البابونج المجففة كما ترون وكآخر مكونات سوف نحتاج إلى الميرمية أو السالمية سوف أكتبها لكم لكي تقرؤوها ربما أنطقها غلط لكن لديها اسمان لديها اسم الميرمية ولديها اسم السالمية في آن واحد سوف نحتاجها أوراق كما ترون إذن هذه المكونات التي سوف نحتاجها كما ترون سهلة جدا ومتوفرة عند العشابين وبثمن رخيص جدا 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 لكن مفعولها يعني أثمن من ثمنها مليون مرة الآن بعد أن تعرفنا على المكونات سوف أقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة كأول شيء سوف نقوم بطحن المكونات أولا سوف نأخذ أوراق الميرمية أو السالمية كما ترون نفصلها عن أعوادها لأننا سوف نحتاج فقط إلى الأوراق ثم بعد ذلك نقوم بطحنها حتى تصبح على شكل بودرة نطحنها على الناعم ونتأكد من طحنها جيدا حتى لا تؤذي لثتنا ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك بعد ذلك نفعل نفس الشيء بالنسبة للبابونج نقوم بطحنه الآن بالنسبة لعود الأوراق أو المسواك كما تعرفون عود الأوراق صعب جدا 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 طحنه لذلك ما سوف نفعله هو أننا سوف نأخذ مبشرة وسوف نقوم ببشر عود الأوراق صحيح أنه سوف يتعبكم لكن سوف نحتاج فقط إلى كمية قليلة نحتاج فقط إلى رأس ملعقة إذا استطعتم بشر أكثر من ذلك فبشروا لكن أنا توقفت عند بشري لرأس ملعقة وهذه الكيمية التي أحتاجها في العادة الآن بعد أن قمنا بطحن وبشر كل المكونات كما ترون تصبح على الشكل الثالي الآن سوف أقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة كل ما علينا فعله هو أننا نأخذ كما قلت لكم رأس ملعقة صغيرة من مبشور عود الأرق أو المسوك نضيف إليها ملعقة صغيرة من مطحون أوراق أو زهور البابونج المجففة ونضيف إليهما ملعقة صغيرة من مطحون السلمية أو المرمية ثم نخلط الجميع بالملعقة كما ترون وبعد ذلك سوف نحصل على البودرة التي سوف نستخدمها في هذه الوصفة نأخذ فرشات أسنان يعني هناك خيارين في هذه الوصفة نأخذ فرشات أسنان نظيفة كما ترون نغمسها وتكون مبللة قليلا نغمسها في هذا المعجون أو في هذا المبشور أو في هذه الوصفة ثم نقوم بتنظيف أسناننا ولثتنا على حد سواء يعني نقوم بعمل حركات نحك بها لثتنا لكن بطريقة ناعمة لكي لا تجرح لثتكم يعني قليلا فقليلا وعلى شكل ناعم جدا وبطريقة هادئة جدا نقوم بفرش لثتنا سوف يخرج لكم في المرة الأولى كما تعلمون سوف يخرج لكم الدم والقيح المحتبس في اللثة وبعد يومين لن يخرج ذلك يعني سوف يتوقف النزيف وسوف تصبح لثتكم نظيفة جدا وأيضا ورضية وصحية وتستمرون بحكي لثتكم وأيضا تحكون أسنانكم كما قلت لكم بطريقة خفيفة جدا أسنانكم في الخارج وأيضا أسنانكم الداخلية لكي يعالج أيضا تسوس الأسنان ولكي تعالج رائحة الأنفاس الكريهة وأيضا تقومون بحكي لسانكم يعني بنفس الفرشات تحكون لسانكم لأن لسان أيضا يكون به بكتيريا تسبب في رائحة الفم الكريهة بعد أن تفعلون ذلك قموا بغسل فمكم بالماء ويعني إذا قمتم بالعمل بكاميري قموا بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات يوميا يعني كمعجل الأسنان وحتى إذا كنتم لا تستطيعون الاستغناء عن معجل الأسنان يمكنكم غسل فمكم بمعجل الأسنان وبعد ذلك استعمال هذه الوصفة فهي ستكون أيضا فعالة جدا هذه هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية لم أصورها للأسف يمكنكم أخذ عود الأرك أو المسواك يعني وأخذ هذه الوصفة بعود الأرك وفرش أسنانكم ولثاتكم بعود الأرك لكن عود الأرك بالنسبة للثة يكون خاش قليلا لذلك إذا كنتم يعني تعانون من إصفرار فقط في الأسنان ولثاتكم جيدة يمكنكم استخدام عود الأرك بهذه الوصفة على الأسنان لكن إذا كانت لثاتكم أيضا مريضة فمن الأفضل استخدام فرشات الأسنان مع هذه الوصفة لفرش لثاتكم أيضا فإذا هذه هي الطريقة يعني طريقة سهلة جدا أنا بصراحة رأيت النتيجة منذ اليوم الأول وفي الأغلب النتيجة لا تطول عن أسبوع يعني في أسبوع واحد سوف تحصلون على أسنان بيضاء أو على الأقل سوف يذهب منها الإصفرار سوف تحصلون على لثة ورضية صحية جميلة جدا وسوف تحصلون على رائحة فم منعشة جدا وغير كريها يعني في ظرف أسبوع سوف تحصلون على هذه النتائج لكن من الأفضل استمرار على الوصفة حتى تحسون أنها أعطتكم نتيجة طويلة الأمد أي أنه حتى مع عدم استعمال الوصفة سوف تحصلون على نفس النتائج لكن من الأفضل تجنب شرب القهوة قدر الإمكان وتجنب شرب الشيء قدر الإمكان لكن حتى إذا لم تستطيعوا تجنب الشيء والقهوة فاشربوها بواسطة تلك الأدات الطويلة البلاستيكية التي تشربون بها العاصر حتى لا تذهب إلى أسنانكم وتسبب في إصفرارها وفي البقع فيها جربوا هذه الوصفة إذا لديكم مشاكل في اللثة وإصفرار وبقع في الأسنان وأيضا رائحة فم كريهة فسوف تعجبكم كثيرا وكما رأيتم المكونات مفيدة جدا كما أنها متوفرة في كل بلد ربما في أوروبا لا تكون متوفرة لكن في البلدان العربية فهي متوفرة في كل مكان في كل مكان عند العشابين متألة كل هذه الأشياء اشتريتها من عند عشاب يبيع عضل أرك ويبيع السلمية ويبيع الزهور البابونج فكل العشابين يبيعون هذه المكونات سهلة جدا رخيصة جدا وتعالج لثتكم إذا كنتم سوف تخضعون إلى علاج في اللثة أو في الأسنان أو في رائحة الأنفذ جربوا أولا هذه الوصفة ثم اذهبوا لخضع لكي تخضعوا لذلك العلاج فمئة في المئة لن تحتاجوا إلى الخضوع إلى علاج أخر بعد استخدام هذه الوصفة وإذا أردتم تكثيف نتيجة رائحة الفم إذا كانت رائحة فمكم كريهة وتعانون من هذه المشكلة لفترة طويلة فقوموا أيضا باستخدام وصفة قشور الرمان بنسبة لرائحة الأنفذ سوف أضع لكم أيضا رابطها تحت في صندوق الوصفة هي أيضا سوف تعالج رائحة أنفذكم الكريهة فهذه الوصفة يمكنكم استخدامها كبديل لمعجول الأسنان وتلك الوصفة يمكنكم استخدامها كبديل لغسول الأسنان إذا أشياء طبيعية رخيصة جدا ولن تؤدي أبدا فمكم وأسنانكم كما نعلم الفليور الموجود في معجل الأسنان يسبب ليس فقط السرطة لكي لا أخيفكم بل أيضا يسبب مشاكل أخرى في لثتكم خصوصا إذا كانت لثة يعني تعاني من حساسية لمادة الفليور وأنت لا تعلم وتقوم بحكي أسنانك بمعجول أسنان يحتوي على الفليور ولثتك يوما عن يوم تزيد يعني يزيد التهابها وإحمرارها إذا كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد أفادتكم ونالت إعجابكم جربوها فسوف تعجبكم كثيرا ولا تنسوا نشرها مع أصدقائكم وعائلتكم لإفادتهم وأيضا نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإفادة غيركم ولا تنسوا وضعوا اللايك وأيضا الاشتراك في قناة فيدي واستفيدوا للانضبام إلى عائلتنا وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله في أمان الله